موسيقى السلام عليكم لغزالة الدنيا نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير و باخير و مرحبا بكم معي في فيديو جديد كيف ديما شي واخ في فضريفا اليوم ان شاء الله جيت نوجد لكم جوابا على بعض الاخوات يقول لك افك انا راني حرت شننطيب الغداء شننطيب الاشاء باش نبدل على اللغوتي اليومي يعني اللي كتاكلوكي في ديما فكن نقول لكم تبارك الله الاجواء ديال هاد الان تبارك الله الخيرات ديال سيدر بكينا لمن دساغ لمن خضر يعني لمن فواكه لمن خضر فقط يمكن لكم افكار بسيطة يمكن لكم تنوقوا بها الطبيلة ديالكم تحسب رأسك براك عارضة على رأسك او لارك خرج على برا تغداء بوصفات خفيفة ضريفة ويلا هوا معي ان شاء الله نبريكم اغذية ديال هاد النار فا اول حاجة عمدا معاكم طريقة ديال بشانسة بيها البيستيك ديال الحم هنا يا اول استيك كيف ما تسميه غا نحتاج له فقط بيضة وحدة كاملة عندي معلقة صغيرة ديالة موتاط كذلك غا نحتاج البزار شفية ديال الملحة التوم والبصل البودرة والزاتر فانا فقط بانا من هاد النوع ديال ليستيك بعد خطرت كي قطعوهم غلاد فمن الاحسن انكم تضربوهم شي شوية يعني ماشي ترقوهم بزاف كذلك ماشي تخليهم غلاد باش مينك تجو تقليهم ما كي يجو هشاش مينك تبغيو تكنهم كي يجو فتيين فاصل في كي يقول لكم هنا العطرية عندي البصل والتوم بودرة كذلك الزاتر اللي أبغيتو اختياري الملحة والبزار يعني حاجة بسيطة ماشي شي شي قوام اللي هو بالكترا فاصل في غنحاول نترب مزيان نترب جانس للخالط يعني العطرية مع البيض وغنحاول نرقد البستاك ديالي في هاد البيض يعني بهاد شرموله هادي وغتحاولوا ما امكان تخلي وقدم ما خليته وقدم ما كان احسن يعني ماشي تفوتولو كتر من ساعة لانها هاديرها خالط في البيض ولكن مهم على الاقل تلوت ساعة من الساعة يعني اول حاجة غادي تصوبوها وتخلوه على جانب باش يتشرب مزيان هديك شرموله وباش نمشي معاكم او تاني للطبق التاني اللي غادي نوجد ان شاء الله فصفي غرق دهم على هاد شكل كيك تلاحظون نحاول ما امكان بالاصابع الجاني ندخل فيهم شرموله مزيان وغادي نساليهم كاملين ونرجع معاكم فصفي هنا بعد ما ساليتم خليتهم على جانب كيف قلت لكم في الول هنا مشيت الوصفة التانية هي البطاطة ديالي يعني غادي سوفلي او البوغة كيفما حبيتوا الطريقة اللي حبيتوا كيفما كيبغيوها ولداتكم ولا عائلاتكم يمكن لكم تديرو انا فقط مجرد كنقول لكم فكرة ديالي والكمان تم تكملو على الطريقة ولا لوقول اللي كيبغيو هنا نقول لكم جوش طريقاتية اما كتقطعوها هكا في النصف على اساس كتسلقوها هديك السلقة من بعد كتخلوها من الوسط وكتعمروها سيناء قد خليهم هكا وغادي تديروهم تسلقوهم ومن بعد كنخلوهم القلب ديالهم وتديروهم في المول ديال فران او لتقدموهم على الطريقة اللي كيحب الخاطر ديالكم بالنسبة لطبق الثالث اللي هو جد جد سهل وتبارك الله هديرا ما خصها تخطاكم اي منزل مغربي لصالة دماغو كان على جميع الاشكال تبارك الله صالة خفيفة طريفة يمكن لكم تحضروها في دقيقة واحدة وهكا تزوقو لطاب اللي ديالكم باللي متوجد عندكم في الدار فصفين كيف ما لحتو خليت الخاص قطعتو طريفات شرائح صغار كذلك للخيار ما طيشته هي هنا بالنسبة للجبن يمكن لكم تديرو موطاريلا او للجب البلادي فانا اليوم كانت توجد عندي فقط الجب البلادي اللي غادي نديروه ديجا من اللح فغادي نستفو نخليه على جانب حتى نبغين نقدم الطبق ديالي عند غادي نزيد له زويتة بلدية والملحة والبزار وشوية ديال الزاتر وصافية سلط ديالي هاي اواجده هنا او تانية غادي نمشي باش نوجد ديسر ديالي كيف ما لحتو في الول ديال فيديو كيجي صراحة مقلك وغزال هنا عندكم كامل اختيار يمكن لكم تديرو الفخيز بو حديته او لا يمكن لكم تدفولو البنان وتفح فهو كيجيوا معهم طوما كذلك رائعين فصافينا بعد ما قطعتو شرائح لها تشكل غادي ندفلو مع القونص ديال السكر يعني هنا تقريبا نسكيلو ديال ديال الفخيز اللي انا درس وغادي ندفع لي منعقة كبيرة ديال ليمون فراهما كيتلقش الحموضة بالعكس كيعطي واحد لوغو زوين وكيخلي الفخيز يتلق السيرو ديالو كتر وكتر فغادي نخليه تسلق عاد نديروه والاخر يعني يكون تتلق هذي السيرو ديالو وهنا الطبق الاخر لانا القوق ديالي اكيد ما غاديش نوري ليكم يكي تسلق لانه راهما كانش واحد ما كعاروش يسلقو يعني عادي حاجة عادية من بعد ما تسلقو صفيتو حاولت ما امكن بردو شي شوية زربني شوية الحال فماشي مشكل غادي نحاول نحيد للوسط ديالو يعني الوسط معانيتو فين كان الشوك ديالو هنا كدلك بالنسبة القوق لكم الاختيار يمكن لكم تعمروا بالخضراء سوتي او بالخضراء بالمايونيس كيف ما حبيتو انا اليوم فقط الرافقوا بواحد لاصوس تجي رائع اللي انا اختيت هنا ملعقة صغيرة ديالو مادنوس ملعقة عمراء ديالو زويتة بلدية كذلك الحامض مأسر غادي ندفع لها شوية ديالو ملحة وشوية ديالو البزار وغادي نحاول نديرهم مزيان يعني نبرك عليهم مزيان باش تسلق لذيك المادنوس والاصوس ديالي كتكون ها هي وجدة هاد القوق بها الطريقة كيجي جد جد رائع وانتو ما يمكن لكم تقدموك كيف ما بغيتو انا فقط كان عادكم مجرد افكار بسيطة وتكملوا ديما انتو ما منعقلكم انا فقط هادا جواب على واحد تبارك الله جوجي الاخوات من واحد اللي كوهو بتخلو لي من جروب الحاجات من الفيسبوك كنوجد لهم تحية كبيرة 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 كذلك الاخوات المصريين بزاف نتمنى ما نكونش هاضرت بالزربة فاضلة فيديو هادا ويلا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجة فمن راسي وعينيا نعاود نشرح لكم ومرحبا بكم معايا مرة واحدة اخرى فصفي هنا بعد ما سلتلقوك تجلي راه خليتها على جانب هنا البطاطا سجلي راه واج دمقايا غادي نحاول نخويلها لقلب ديالا كيف ما كتلاحظو وتحاولوا ما امكن ما تجرحو لهاش يعني ما تقطعو لهاش لغشاج البطاطا تحتاني فصفينا بعد ما خويت البطاطا كاملة آآ مرتيني لغشاج نضيف نضيف ملعقة كبيرة مرتيني كذلك ملعقة مرتيني 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 حجزة نضيف لها الملح و البزار و نضيف كل شيء كذلك ثوم بودرة و البصل بودرة ثم نضيف كل شيء اخر شيء كانت معلقة صغيرة جل مادنوس و طحنت كل شيء فهنا البنات اللي بغيتو انتم تخليوه بوغي من الاحسن تزيدو شوية جل الحليب و طريف جل الزبدة باش كي يجيكم خفيف على هكا انا بنسبالي حيث بغيت نضيف الفران كي يتحمروا كي يعطي ذاك الفخومش جيل و كي تقرمش كي يعطي واحد اللوغو زويل فخليتو عليها تشكلها كعاقد هنا اخذت ذاك البتاتات الجاولي اللي كانوا و عمرتهم كذلك اخذت ليمو اللي درتهم هكا يمكنكم انتم تزوقوا بلا بوش ولا اللي كيف محب بالخاطر سافيو عند خرم الفران فانا جاهدت لهم البوطة درت العفو الفران شي ميتين دراجة للحرارة خدوا معايا عشرة ديالتقايق لانا فيهم فخومش ضغي ضغي يعني كل شي فيهم طيب فصافي اه اه اضفتهم الفران وهنا في نفس الوقت بديت كان نوجد لي بيستاك ديالي اللي انا درتهم فقط فلاشة بلوغ اللي انا دايجة و ما كانوا مرقدين فالباد يعني ماحتاجت لهم لابيد اخر لطقيق فقط هكا نحاول ما ام كان نغطيهم كاملي بلاشة بلوغ سافتهم وجيتهم على ما سخنات المقلات ديالي فبديت هنا كان نقليهم و في نفس الوقت غادي نوجد ذاك شي الاخر ديالي فمن بعد ما غادي نقليهم كاملين كذلك بالنسبة لصالات فانا كي قلت لكم قبيلة عند فطلها زويتة بلدية والملحة والبزار و شوي ديال الزاتر وهنا لي بيستاك ديالي بديت كانوا جدل طبي صلاة ديالي اه سافي و كذلك البطاطس ديالي هاو ما راه دايجة راه وجدو كتحمرو كيجيو محمرين كيجيو فيهم واحد لوغو غزال 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 يعني نبدلو بهم على طرق مختلفة يعني احنا دي مي اما مقلية اما شرملة اما بطاجين فاتها دي طرق واحدة اخرى جديدة كتاكلوا ايه في المطاعم علاش ما نوجدوه عاش حتى في الدار و صافي لطبل ديالي ها هي وجدات راه صورت لكم تقريبا كل شي نتمنى الفيديو تكون جد واضحة وبينة و نتمنى الفيديو ديالي ها ديالي يكون الاجابة ديالكم فما تنسونيش كيف ديما بتاع علاق ديالكم زوينة اللي بحالكم و كذلك تب اختجوا هاد الفيديو مع صحابكم و احبابكم و شكرا لكم بزاف 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 الجميل اخوات استسمح لانا الفيديو ما بنش في هاد ديالسيغ مزيان فبغيت نوريها لكم هنا بشوفوا الطريقة ديالسيغ و اللي طلق كذلك طريقة اللي قدمتها بنتي وبصحة و الراحة